تعرف إلى أبرز الاكتشافات عن البشر الأوائل في عام 2021 حصلت قصة البشرية المتمثلة في أسئلة مثل من أين أتينا وكيف تطورنا على فصل جديد في عام 2021 بفضل الاكتشافات الأحفورية الجديدة وبفضل تحليل الحمض النووي القديم المحفوظ في الأسنان والعظام وأطربة الكهوف توصل العلماء إلى اكتشافات مذهلة حول أسلافنا من الإنسان العاقل وغيرهم من البشر الذين كانوا موجودين من قبل فيما يلي ستة من أكثر الاكتشافات الرائدة لعام 2021 حول عصور ما قبل التاريخ البشرية والتي تشكل شجرة عائلة بشرية بطرق رائعة وغير متوقعة الأمريكيون الأوائل تبدو آثار الأقدام المحفورة في الأرض الموحلة على حافة أرض رطبة فيما يعرف الآن بنيو ميكسيكو كما لو أنها طبعت بالأمس لكنها ليست كذلك أدى اكتشاف آثار الضغط على الأرض منذ ما بين 21 إلى 23 ألف عام إلى تراجع كبير في تاريخ البشر في الأمريكيتين وهي آخر قارة استقر فيها البشر حتى وقت قريب كان الرأي السائد هو أن الناس غامروا بالدخول إلى أمريكا الشمالية من آسيا عبر بيرينجيا جسر اليابسة الذي كان يربط ذات يوم بين القارتين في نهاية العصر الجليدي منذ حوالي 13 ألف عام وحفرت هذه الآثار التي يعتقد أنها تعود للأطفال في وقت يعتقد العديد من العلماء أن الصفائح الجليدية الضخمة أغلقت مرور البشر إلى أمريكا الشمالية مما يشير إلى أن البشر كان هناك حتى قبل ذلك الرجل التنين يوصف هذا الاكتشاف بأنه أهم اكتشاف أحفوري منذ خمسين عاما إذ يمكن أن تمثل الجمجمة التي كانت مخبأة في قاع بئر في شمال شرق الصين لأكثر من ثمانين عاما نوعا جديدا تماما من البشر يبلغ عمر الجمجمة المحفوظة جيدا والموجودة في مدينة هاربينا الصينية ما بين 138 و309 آلاف سنة وفقا للتحليل الجيوكيميائي وتجمع بين السمات البدائية مثل الأنف العريض والحاجب المنخفض مع تلك التي تشبه إلى حد كبير الإنسان العاقل بما في ذلك عذام الخد المسطحة أطلق الباحثون اسم هومولونجي على الفصيلة الجديدة من البشر نسبة إلى اسم مقاطعة هيلونجيانغ التي عثر فيها على الجمجمة الذي يعني حرفيا نهر التنين الأسود وأصبح الاكتشاف معروفا باسم الرجل التنين منذ الإعلان عنه في يونيو حزيران الماضي يكمن الأمل في استخراج الحمض النووي أو أي مادة وراثية أخرى من الحفرية لمعرفة المزيد عن الرجل التنين لا سيما ما إذا كان قد يكون ممثلا للدين صوفان وهي مجموعة بشرية غير معروفة وغامضة أو صاخ الكهف على مدى قرون بحث علماء الآطار في الكهوف عن أسنان وعظام وأدوات على أمل تجميع أدلة حول كيفية عيش أسلافنا وما بدا عليه شكلهم والآن تتيح التقنيات الجديدة لارتقاط الحمض النووي المحفوظ في رواسب الكهوف للعلماء التعرف على أسلافنا الأوائل دون الاضطرار إلى العثور على الحفريات أي فقط الأوساخ من الكهوف التي كانوا يعيشون فيها وفي عام 2021 تم جمع حمض نووي بشري يحتوي على معلومات أكثر تفصيلا من الحمض النووي الموجود في عضيات الخلايا البشرية من تراب الكهوف لأول مرة وكشفا تفاصيل حول حياة إنسان النيندرطال أو الإنسان البدائي وتسلط تقنيات مماثلة ضوء على الحيوانات المنقرضة مثل الماموث الصوفي وقالت كاترينا دوكا الأستاذة المساعدة في علم الآثار في قسم الأنتروبولوجيا التطورية بجامعة فيينا وباحثة مشاركة في معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في ألمانيا إن فحص الرواسب بحثا عن الحمض النووي يغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا إنه سيوجهنا إلى الأماكن الصحيحة ويوفر لنا الوقت والكثير من المال الأزياء المبكرة على عكس ما كنا نعتقده فإن الأدلة الأثرية حول ما كان يرتديه أسلافنا في العصر الحجري وكيف صنعوا ملابسهم تعد غير وافية ولا تحفظ المواد مثل الفراء والجلد وغيرها من المواد العضوية الأخرى بشكل عام خاصة أكثر من مائة ألف سنة ومع ذلك يقول الباحثون إن 62 أداة عظمية مستخدمة لمعالجة وتنعيم جلود الحيوانات الموجودة في كهف يقع بالمغرب قد تكون من أقدم الأدلة على صناعة البشر للملابس في السجل الأثري ويتراوح عمر الأدوات بين 90 و120 ألف عام وقد استخدمت في تصنيع الجلود ولا يزال بعض عمال الجلود يستخدمون أدوات عظام مماثلة حتى يومنا هذا أضمغة إنسان النياندرطال لا يتم حفظ مادة الدماء بشكل جيد في السجل الأحفوري مما يجعل من المستحيل معرفة كيف تختلف أضمغة الإنسان الحديث عن أسلافنا الذين انقرضوا منذ فترة طويلة أي إنسان النياندرطال ومن اكتشاف الجماجم المتحجرة نعلم أن أضمغتهم كانت كبيرة أكبر قليلا من أضمغتنا ولكنها تخبرنا القليل عن علم الأعصاب وتطورها وتوصل علماء من جامعة كاليفورنيا في ساندييغو إلى طريقة مثيرة للبذء في الإجابة على هذا السؤال إذ أنشأوا كتلا من أنسجة المخ المعدل وراثيا لتحمل الجين الذي ينتمي إلى إنسان النياندرطال وأشباه البشر البالية ولكن ليس الإنسان العقل وبينما لا يزال البحث في مرحلة مبكرة جدا وجد الباحثون أن عضيات دماغ الإنسان البدائي أنتجت تغيرات مهمة في كيفية تنظيم الدماغ وتوصيله أقدم قصة رويت على الإطلاق اكتشف أقدم فن سخري تصويري معروف أنشأه الإنسان في يناير كانون الثاني الماضي وطلية الرسمة بسبغة حمراء تعرف باسم المغر الحمراء في كهوف الحجر الجيري في جزيرة سولاوسي الإندونيسية ويصور العمل الفني مشهدا لخنزير ثؤلون يشارك في قتال أو نوعا من التفاعلات الأخرى مع اثنين من الخنازير الثؤلولية يبلغ عمر العمل الفني خمسة وأربعون ألف عام على الأقل مما يجعل هذا الرسم من عصور ما قبل التاريخ أول قصة مرصومة معروفة في التاريخ ترجمة نانسي قنقر